كما نقش المجلس على إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم لتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تدولت أنباء عن قيم النائبة بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق انتساب بجامعة الوادي الجديد أما الأمر الثاني فقد تدولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام سيادة النائبة نشوى محمد رائف بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق انتساب جامعة جنوب الوادي ولما كانت الواقعة انثبتت تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم مائتين وخمسة لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب فقد انعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة لسماع أقوالها فيما نسب إليها وذلك إعمانا لحكم المادة ثلاثين من اللائحة الداخلية للمجلس وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع وإعداد تقرير للعرض على مجلسكم الموقر ترجمة نانسي قنقر